سؤاله الثاني أيضاً يقول متعلق بذلك ما حكم الشيخ صالح قائل هذا الكلام شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة وإن كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة كالصلاة وغيرها هذا قول باطل هذا قول باطل لا إله إلا الله لا تكفي لا بد من العمل العمل بمقتلاها العمل بأركان الإسلام والقيام بالواجبات واجتناب المحرمات نعم